اشتركوا في القناة بالطبيعية للصحة والجمال عسى أن تدعموني وتشترك بها أتمنى أن تستفيد منها تجدون رابط قناتي في صندوق الوصف الشاي الأخضر هو مشروب مشهور يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم ويعتبر من المشروبات الصحية بفضل فوائده العديدة فيما يلي عشرون فائدة معروفة للشاي الأخضر 1- يحتوي على مضادات الأكسدة يحتوي الشاي الأخضر على مجموعة واسعة من المركبات المضادة للأكسدة والتي تساهم في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن التأكسد الزائد 2- يعزز صحة القلب يشير العديد من الدراسات إلى أن استهلاك الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول الضاري 3- يساعد في خفض ضغط الدم تشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تخفيض ضغط الدم المرتفع 4- يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يظهر بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر بانتظام قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية 5- يقوي جهاز المناعة يحتوي الشاي الأخضر على مضادات حيوية طبيعية تساعد في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات 6- يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم تشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ممن يعزز الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بالسكري 7- يحسن صحة الدماغ تشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تساعد في تعزيز الوظائف العقلية وتحسين الذاكرة والتركيز 8- يقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان القولون 9- يساعد في إنقاص الوزن يعتقد أن تأثير الشاي الأخضر على سرعة الأيض يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن وحرق الدهون 10- يحسن صحة البشرة يعتبر الشاي استمراراً للفوائد السابقة إليك المزيد من فوائد الشاي الأخضر 11- يساعد في تحسين صحة الأسنان تشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من نمو البكتيريا في الفم ويحمي الأسنان من التسوس 12- يساعد في تقوية العظام تشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تساعد في تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام 13- يقلل من خطر الإصابة بأمراض التهاب المفاصل يشير بعض الباحثين إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض التهاب المفاصل يساعد في تحسين الهضم تحتوي مركبات الشاي الأخضر على خصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة للجهاز الهضمي ممن يساعد في تحسين الهضم وتخفيف الاضطرابات المعوية يشير البعض إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تعزيز وظائف الكبد وتحسين صحته ستة عشر يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول تشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم وتقليل الكوليسترول الضاري سبعة عشر يقوي الجهاز العصبية يعتقد أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تساعد في تعزيز صحة الجهاز العصبي وتحسين وظائفه ثمانية عشر يساعد في تنشيط الجسم يحتوي الشاي الأخضر على نسبة منخفضة من الكافيين ممن يساعد في تنشيط الجسم وتعزيز اليقظة تسعة عشر يساهم في تقليل تكوين الجلطات الدموية تشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل تكوين الجلطات الدموية وتحسين تدفق الدم عشرون يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر والقلق يعتبر الشاي الأخضر مشروبا مهدئا ومريحا وقد يساعد في تخفيف التوتر والقلق وتعزيز الاسترخاء مع ذلك يجب أن نذكر أنه يجب استهلاك الشاي الأخضر بشكل معتد شكرا لكم على المشاهدي الفيديو ومتابعتكم لقناتي أن تكونوا استمتعتم بالمحتوى وأستفتم منه أذا كنتم طروقكم ما نقدمه على القناة وترغبون بالمتابعة المزيدة من المحتوى المفيد ننصحكم بالاشتراك بقناتي ترجمة نانسي قنقر